ضمن حملاتها الطبية المجانية نظمت مؤسسة الهدف للتدريب وهي مؤسسة غير ربحية يوماً طبياً مجانياً في كنيسة ماريلياس بمرج الحمام بمشاركة أطباء أردنيين متطوعين من مختلف التخصصات الطبية وقالت مديرة المؤسسة المهندسة مران معايعة إن هذه الحملة تأتي ضمن حملات واسعة ومكثفة تشمل كافة محافظات ومناطق المملكة وتعالج يومياً نحو 350 حالة من المراجعين الأردنيين واللاجئين وتقدم لهم الأدوية المجانية بعد تشخيص حالتهم الصحية من قبل أطباء الإختصاص نحن مؤسسة اسمها الهدف تحت التدريب والتعليم والصحة للاجئين والأردنية الهدف منها إن نغطي 50% تقريباً لاجئين و50% أردنية جايبين باصات من كل محافظات المملكة تقريباً معظم المحافظات من الكرك من مادبة من عجلون من معين من عدة مواقع من عمان لأن الأردن مش عمان الأردن كل كتير محافظات محتاجين أولادها كمان علاج فجبنا هاي الباصات ومنقدم لهم بحوصات عامة أول شي بنعطيهم بحوصات عامة من خلال منطقة فيها ممرضين جبنا فريق من أمريكا اللي هم متطوعين من أمريكا وفي عنا متطوعين أردنية بعملون لهم بحوصات بيحطوهم تاريخ الطبي لكل عيلة لكل شخص بعدين بيروحوا على العيادات عنا 8 عيادات عملنا خيمة طبية كاملة مجهزة بالكامل لفحوصات الأشخاص اللي محتاجين هذا العلاج وجبنا صيدلية كاملة منعطي كل الأدوية مجانية وبهذا الوقت مندير بالنا على الأطفال منشيك ع سنانهم جبنا دكاترت سنان وعنا هيك زي كورنر صغير لقص الشعر لأنه كلنا منمروا بظروف فإذا حست الصبية حالها أنه حدا مهتم فيها أصلها شعرها أي نوع تغيير إيجابي بساعد على نفسية الشخص سواء كان لاجئ أو سواء كان ابن بلد وبنفس الوقت عنه نظارات طبية للقراءة مجانية لأنه معظم اللاجئين بالأخص لما تركوا بلاتهم تركوا نسيوا نظاراتهم فأدي الموضوع بسيط بس الأدي الموضوع مهم فكتير ناس عماعا بقدروا يقرؤوا لأنه مبلغ نظارات مش متوفر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر